موسيقى توفر مخيمات الليواء المخصصة للأشقاء اليمنيين كافة مقومات الحياة الطبيعية من علاج ومسكن وتعليم كما راعت المخيمات التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مختلف الظروف الاجتماعية وساهمت بتأمين حياة كريمة للأشقاء النازحين من مختلف مناطق ومحافظات اليمن وتضمنت المشاريع خدمات تعليمية شاملة إنشاء قناتين فضائيتين تبص نحو أربعة آلاف درس مباشر يستفيد منها أكثر من مليون طالب وطالبة بالإضافة إلى مشاريع علاجية وبناء وحدات سكنية ومعالجة أوضاع اللاجئين في اليمن وفي مجال الإيواء نفذ مركز الملك سلمان خلال عام 2016 خمسة مشاريع بلغ عدد المستفيدين منها نحو تسعة وثلاثين ألف مستفيد فيما بلغت تكريفتها الإجمالية سبعة وخمسون مليون دولار وتشمل تلك المشاريع نقل أكثر من ثلاثة آلاف لاجئين أثيوبي من اليمن إلى أثيوبيا نفذته الفرق الميدانية للمركز في اليمن وأثيوبيا بقيمة بلغت مليون وسبعمائة مليون دولار ونقلت ألف ومائتين واربعون عالقا يمنيا ونفذته الفرق الميدانية للمركز في سبع دول مختلفة بقيمة بلغت أربعة عشر مليون دولار وبدأ المركز ببناء ثلاثمائة وحدة سكانية مع مسجد ومدرسة لجمهورية الجيبوتي بقيمة ثلاثة ملايين دولار ويشمل تقديم المأوى والحياة الكريمة واستمراريات التعلم كما قام المركز بمشروع تحسين فرص الحصول على التنقل الآمل والحماية وإيجاد الحلول الدائمة للعائدين الصومليين واللاجئين اليمنيين في الصومان في التعاون مع المفوضية السامية ومنظمة الهجرة الدولية وتبلغ تكلفة المشروع عشرة ملايين دولار وينفذ في مقديش ويبلغ عدد المستفيدين من قرابة عشرين ألف شخص وهو مشروع لمعالجة أوضاع اللاجئين اليمنيين والصوماليين الفرين من الأزمة اليمنية الموجودين في الصومان ودعم الجهات الصومالية الحكومية لاستقبال اللاجئين ومعالجة أوضاعهم ومحاولة دمجهم في المجتمع الصومالي اشتركوا في القناة